اهلا بكم الى موجز الانباء مقراتي حلب اليوم نبدأ موجزنا بهذا الخبر العاجل حيث أفاد مراسل حلب اليوم بمقتلي ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف جوي للطيران الروسي سهدف أطراف مدينة كفرنبل بري في إدلب الجنوبي قالت وكالة سنة تابعة للنظام إن شخصين قتلا وأصيب آخرون فجر اليوم الثلاثاء جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى قرب السفارة اللبنانية في منطقة المزة بدمشق وأشارت الوكالة إلى أن القصف أدى لوقوع دمار كبير في المبنى المستهدف ومحيطه فيما أشار وزير الداخلية في حكومة النظام محمد خالد رحمون إلى أن المبنى استهدف بعدة صواريخ ما تسبب بمقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين من جانبها أعلنت سرايا القدس أن إسرائيل استهدفت قياديين بارزين في حركة الجهاد الإسلامية الجناح العسكري للسرايا أحدهما بدمشق والآخر في غزة وأضحت سرايا القدس في بيان أن قصفا إسرائيليا استهدف منزل عضو المكتب السياسي أكرم العجوري في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق ما أدى لمقتل نجله مشيرة لمقتل القيادي بها أبو العطى وزوجته بقصف إسرائيلي ممثل استهدف منزله في حي شجاعية شرقي مدينة غزة الفلسطينية قالت وزارة الدفاع التركية أن قواتها رصدت دراجة نارية مفخخة في منطقة عملية نبع السلام شمال الشرقي سوريا وضفت الوزراء أن عناصر من القوات الخاصة التركية قاموا بتفكيك الدراجة التي ركنتها وحدات حماية الشعب التابعة لقصد فيما تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بحق مشتبههم بهم أفاد مراسل حلب اليوم في دمشق بأن مشافي مدينة التل في ريف دمشق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد شهدت أخطاء طبية تسببت بوفاة شخصين وجنين وأوضح مراسلنا أن طبيبة عاملة في مشفى الحسن بمدينة التل تعاملت بشكل خاطئ مع إحدى النساء ما أدى لوفاتها مع جنينها أثناء الولادة وتم تسجيل سبب الوفاء على أنه اختلاط دوائي مضيفا أن مشفى الزهراء شهد أيضا وفاة رجل مريض بالسكري أثناء إجراء عملية جراحية بسبب إعطائه عشرين حقنة أنسلين من قبل الأطباء ما تسبب بوفاته على الفور أعاد لاجئ سوري وابنه مبلغا من المال وبطاقات ائتمان إلى الشرطة بعد أن عثرا عليها في ولاية أفيون قرى حصر غربي تركيا وقالت وكالة الأناضولة التركية أن علي المحمد وابنه عبد الرزاق توجه مباشرة بعد عثورهم على المحفظة إلى مديرية الأمن وأعاد المحفظة ومحتوياتها إلى الشرطة التي بدورها أوصلتها إلى مختار المنطقة وتم تسليمها إلى صاحبها شكرا لكم على المتابعة انتظروا بعد قليل برنامج الربيع الأول اشتركوا في القناة شكرا لكم GIVE